من أكتر الصور اللي لما تقرأها بتفكر تشعر بجبر الخطرك وسكينة في قلبك لو كنت في ديئة هي صورة الضحى بيها اتجبر خاطر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصورة الضحى بتحكي قصة حب بين الله ورسوله معلومة مهمة صورة الضحى هي الصور رقم 11 في ترتيب نزول الصور الـ 114 على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي في بداية الدعوة سبب النزول أن في بداية نزول الوحي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوته للمقربين من أهله وتكذيب بعضهم زي أبو لهب عمه بعدها بفترة قليلة انقطع الوحي عن سيدنا محمد تقريباً لست شهور حتى حزن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقات له الشامتة أم جميل حمالة الحطب زوجة أبو لهب وتقول له أرى ربك قد قلاك يعني تركك بسبب استغناء عنك فأنزل الله سبحانه وتعالى جبراً لخاطر رسوله وإظهاراً لحبه للنبي قال والضحى ربنا بيقسم ببداية الصباح وشروق الأنوار والليل إذا سجى يعني إذا دخل بظلامه الهادئ ومشاعره الهادئة بيحلف ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام بعضين مخلوقاته ما ودعك ربك ربنا مش سيبك لعدم احتياجه ليك وما قلى يعني ما ترككش لعدم استحقاقك للرسالة وللآخرة خير لك من الأولى يعني يا محمد هتكون كل لحظة جاية آخرة خير لك من اللحظة السابقة في الارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى الآية دي آية جبر الخاطر وآية إظهار مقام رسول الله عند الله وآية الحماية للمؤمنين بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام فحياتهم دنيا وآخرة سيدنا بن عباس بيقول لما نزلت ويسوف يعطيك ربك فطرضى قال رضى رسول الله أن تدخل أمته كلها الجنة مبروك يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام رضى النبي في ناجتكم دنيا وآخرة وسيدنا علي بن أبي طالب بيقول يا أهل العراق إنكم تروا أن أرجى آية يعني أكتر آية فيها رحمة إنكم تروا أن أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ده رأيكم دي أرجى آية ونحن آل البيت نرى أن أرجى آية ولا سوف يعطيك ربك فطرضى لأنه لا يرضى صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته في النار وفي رواية لأن رضاه الشفاعة إنه يستسمح ربنا أن كلنا نخش الجنة ثم ذكر ربنا بعد كده في الصورة لرسول الله ثم لينا بعد كده صفات الولاية صفات الناس اللي ربنا بيتولاهم بعنايته ورحمته قال له ألم يجدك يتيما فآوى آواك الله لما وجدك يتيما مما سواه ده أنت ملكش غير ربنا يا محمد ولا ملوش غير ربنا ربنا دايما معاه ووجدك ضالا فهدى ضالا لها ثلاث معاني فحق النبي دايما نروح بعقولنا الأشرة في المعاني أول معنى من معاني ضالا يعني خارج عن طريق الحق دي تليق بنا إحنا أنا كنت ضال وربنا هداني والمعنى التاني يعني مغرم محب وجدك ضالا يعني مغرما محبا فهداك إلى النبوة والمعنى التالت شجرة ضالة يعني شجرة لوحدها في الصحراء في وسط الصحراء يعني وجدك متفرد ضالا فهدى الناس إليك ووجدك عائلا عائل لها معاني رقيق الحال فأغناك بالسيدة خديجة الغنية أو عائلا وده المعنى الأقرب لحال رسول الله يقولك متزوج ويعول يعني مسؤول عائلا يعني كنت حاسس بالمسؤولية تجاه البشر وجدك عائلا خايف على الناس وبتحبهم فأغنى أغناك بالعلم الموصل لله وجدك يا رسول الله ليس لك إلا الله وجدك محب متيم وجدك مسؤول عن من حولك صفات الولاية دول الله ربنا بيتولاهم على رأسهم سيدنا رسول الله ثم جاءت الوصية فأما اليتيم فلا تقهر يعني كن لليتيم كالأب الرحيم فخدها النبي فعاش بيها رحمة للعالمين مش بس اليتيم وأما السائل فلا تنهر يا رسول الله لو جاءك من يسألك في أمر الدين فلا تنهره وكن حنونا عليه والحقيقة الوصية لكل واحد بيكلم الناس عن ربنا اوعى تنهر العاصي وكن حنونا إذا سألك عن طريق الله وأما بنعمة ربك فحدث بيقوله مهما مر بك من محن لا تتكلم عن الله إلا بكل خير عن عطاء الله وعن رحمة الله وعن ولاية الله لك لأن الله معك ومش بس بيقولك معاك ده بيحلف لك بالأكوان أنا معاك والضحى والليل إذا سجى الكلام كان لرسول الله ولكل محب بلوجغ ربنا سبحانه وتعالى فاللهم أعطنا حتى ترضينا وشفع رسول الله فينا اشتركوا في القناة